هذه أبرز العناوين عصام الشرعي مدرب المتخب الوطني المغربي الأنبي السابق يخشرب من تدريب هذا الفريق في البطولة الوطنية وكل أعمال الدولية المغربية أشرف حكيمية يعلنها رسميا بقرار نهائي ومفاجئة بخصوص رحيله عن نادي باريسان جرمان هذا الصيف مؤشر صفا سكورة العالمية يختار نجم الجيش الملاكي لا أكأفضل لاعب في البطولة الاحترافية لموسم 2023-2024 الدولي المغربي برايم دياز يشهد ارتفاعا هو الأعلى في قيمته التسويقية بعد تألقه مع نادر يربي مدريد والمنتخب المغربي دخل الإطار الوطني عصام الشرعي مدرب السابق للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم دائرة اهتمام فريق الفتح الرياضي الرباطية للإشراف على قيادة الممتل العاصمة خلال الموسم الكروي القادم خلفا للمدرب المقال جمال السلامي وعلمت المصادر المطلعة أن مسؤولين للفتح الرباطية يقتنعوا بعصام الشرعي كمدرب للفريق الأول بالنظر لتجربته في الديارة البلجيكية وقيادته المنتخب الوطني المغربي الأولمبي للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا الأقل من 23 سنة في النسخة الماضية أوضحت المصادر نفسها أن إدارة الفتح الرباطية تضع عصام الشرعي كخيار أول وينتظر أن يجتمع رئيس نادي الفتح الرباطية حمز الحجيوي بعد مرور عيد الأطحى لمناقشة التفاصيل العقدة الذي يمكن أن يجتمعهما علما أن عصام الشرعي لديه عروض أخرى خارج المغرب أعلن جمال السلامي رحيله عن تدريب الفتح الرباطي مع نهاية الموسم الكروي الأخيرة يقبخ خسارة الدرب العاصمة أمام الجيش الملكي بهدفين دون مقابل مساء الجمعة الماضي قال السلامي في تصريح له بعض المباراة تحدثت مع مسؤولين من النادي على أن هذا الموسم هو الأخير لماع الفتح رغم أنه لا يزال هناك موسمين إضافيين في عقدي وقد تقبلوا ذلك وكان بيننا اتفاق كبير برزت مستجدات مفاجئة تهم النجم المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريسان جرمان على مستوى الاستمرار أو الرحيل عن الفريق الباريسي هذا الصيف نقلت شبكة غولة المستجدات الأخيرة والممثلة في اقتراب إدارة باريسان جرمان في الاتفاق مع وكيل أعمال أشرف حكيمي على تجديد العقد الذي يربطهما وتابعت أن وكيل اللعب المغربي أشرف حكيمي في طريقه الموافقة على تجديد عقد الذي سينتهي في صيف 2026 ما سيطيل مقام الظهير الأيمن بالنادي العاصمة الفرنسية باريسا ويعترض مستجد الأنباء الماضية التي أوردت رغبة المغربية أشرف حكيمي في الرحيل عن نادي باريسان جرمان هذا الصيف للالتحاق بزميله كليان بابي إلى صفوف نادي ريال مدريد الذي رحل عن نادي باريسان جرمان إلى النادي الملكي هذا الصيف مما يزيد من رغبة الدولية المغربية أشرف حكيمي في العودة إلى دياره الأمة النادي الملكي ريال مدريد في الصيفية المقبلة سواء بعد انتهاء عقدها أو بعد تجديد العقد مع إدارة الفريق البرنسي للرحيل بشكل مضمون وغير مجاني اختار مؤشر سوفا سكور العالمية صانع الألعاب الجيش الملكي آيمان زحزوح كأفضل لعب في البطولة الاخترافية القسم الأولى لموسم 2023-2024 وهي النسخة التي توجبه نادي الرجاء الريدي للمرة الثلاثة عشر في تاريخها وحصل زحزوح على تقييم يشمل الموسم بأكملها يصل إلى 7.74 من طرف المؤشر المتخصص في العقام والإحصائيات وذلك بعد تألق اللعب بشكل لافت ومساهمته في احتلال الكتيب العسكرية لوصافة الدوري سجل اللعب البلغ من العمر 23 سنة في الدوري هذا الموسم 9 أهتاف فضلا عن تقديمه عشرة تمريات حاسمة لزملائه في الفريق وكان أيمن زحزوح قد انضم إلى صفوف الجيش الملكي في المركات الصيف الماضي ضمن صفقة انتقال الحر أقبأ انتهاء عقده من الاتحاد الرياضي التورقي يشعر إلى أن الجيش الملكي ينتظر استحقاقات أخرى هذا الموسم يتمثل في كأس العرش حيث سيواجه في النصف النهائي المغرب الفاسي يوم الأحد المقبل 23 يونيو على غردية الملعب الكبير لمدينة أغاديرا استفاد نجم المغربي إبراهيم دياز من تألقه مع ريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي سواء في الدورية الإسبانية أو بأبطال أوروبا إلى جانب الألقاب الفردية التي حققها نجح إبراهيم دياز في رفع قيمته السوقية التي بلغت حسب موقع ترانسفير ماركت 40 مليون يورو حسب التحديث الأخير في السباق من شهر يونيو والجاري وإستطاع إبراهيم دياز أن يصل إلى أعلى قيمة سوقية منذ انطلاق مشواره الاحترافي بعدما كانت سابقا في حلول 35 مليون يورو وأخذ إبراهيم دياز مع المنتخب الوطني المغربي أربع مباريات بيد أنه لم يتمكن بعد من تسجيل متمكنا من صناعة المساهمة في الانتصارات المحققة إبراهيم دياز حقق لقما تاريخيا مع ريير مدريد حيث أصبح أول لعب مغربي ليسجل مع الفريق الملكي 9 أهداف ويقدم 8 مريرات حاسمة ويتوج رفقته بالدوري الإسباني ودوري أبطالي أوروبا ودوري السبر الإسباني تلاثية في موسم واحد شكرا شكرا